السلام عليكم شباب معكم جادريفن أول جديو في هذا الفيديو سأتكلم معكم عن جميع البركات و سأشرحها بالتفصيل و أعطيكم جميع المعلومات عنها يعني سبب اللي خلاني أسوي هذا الشيء أنه أشوف ناس هويد تسوي سبكلاس أو سبكلاس أسوي كلاسات والله بعدها عدوة دستاني موجودة يا عيال المهم تسوي كلاسات وأغلبها خطأ في وقت الخطأ أو يمكن في موض ممتاز مثلا في دومييشن دوميليشن بس لما يروح ساشر ما ينفع فخلينا أتكلم معكم بالضبط لتفصيل شون أحسن الأشياء تستخدمونها المهم راح طبعا نبتدي بالبرك الأول موجود عندنا ستة أفتر برنر يقول لك ثرست هاففستر ريشارج ريض طبعا ثرست جمب وش أساسا لما تسوي سلايد و يعني تزحت في الأرض أو تقفز في الجو و تسوي جمب هادي يستخدم منك البورة اللي حق البتري عند الشخصية نفسها وهذا يعبرك إياها أسرع يعني تسوي سلايد أكثر تزحت أكثر تقفز أسرع مو أسرع تقفز أكثر مو أسرع أكثر فهذا إذا أنت بتتحرك أسرع تستخدم هذا البرك بيكون ممتاز معك طبعا البرك الثاني بلايند آي طبعا أي طائرة في الجو ما راح تشوفك و يعني ذلك كان فريقي ضدك مثلا هانا نستخدم وقتا ما يكون في فريقي ضدنا مثلا فريقي محشور ومعرفين فك الحشرة وهذا راح يكون خيار ممتاز طبعا أفتر بأن تقدر تستخدمه متى أنا ممتاز عندي في دوميشن دوميشن إذا بيأتحرك سريعة وحتى كافشور دفلاق مرة ممتاز ويمكن حتى سيشن دستروي بعدين فاك المهم سيكس سينس هذا أول حسل سادسة إذا عبرت جاي بواحد في الخريطة راح يبين لك موقع الجهة اللي راح يكون منها بجاي مثلا فوق تحت يمين يسار راح يحدد لك الجهة هذا واحد من أفضل أفضل بركات ممتازة خاصة في الدرعم إذا أنت تحب الدرعم أو حتى سيشن دستروي فهذا خلو البرك في بالكم راح تكلم عندي بعد شوي لانا بارجعله في البرك الثاني كيف نتفاذى فبالنسبة لهذا البرك مهم فواحد من أهم البركات اللي لعاف فيها فلاك جاكت معروف غني على التعريف طبعا كل أول كالو في ديوت يمكن كود 5 6 7 8 9 10 11 12 موجود فلاك جاكت يخفف عنك ضد دمج إذا جاك من القنابل ممتاز دوميشن دوميشن حتى سيشن دستروي ممتاز تقريبا ينفعه في كل محل إذا قيم في قنابل كثيرة استخدم فلاك جاكت أفر كلاك هذي مميزة أنك مثلا السوبر شارج اللي حق الشخصية أو الابلتي مثلا تدعم الوار ماشين والانهيليتر دي المسدس حق ديك الصينية مقصص صيني يعني إن إن إنسان متعصب ولا شي بس إن شكله هي صيني أساسا من الصيني المهم ما علينا الأفر كلاك هذي عبي لك كياه سريع إذا أنت بتستخدم السوبر شارج أسرع استخدم هذا برك راح يعبي لك كياه بسرعة غوست معروف غوست شي جبار لما تتحرك في الماب ما تبين في اليو اي في ولما تسوي دفيوز لبوم أو تسوي البلانت يعني شغلة بقنبلة أو وطف فيها ما راح تبين في الخريطة لأنه إذا لو تلاحظ إن إذا أحد يسوي دفيوز أو بلانت ومو حاط غوست يبين في الخريطة إنه عند البوم يحطك إذا خفيفة مرة خفيفة ولما تستخدم مثلا طائرة ولا شي وانت زابن في محل ما إبين أنك زابن في ذي كم الطيقة بس إذا وقفت محلك وفي يو اي في راح تبين فخلها في بالك هذا الشي لازم تكون متحرك واليو اي في موجود بالنسبة لي أشوف هذي حركة ممتازة لحق إنه تخف الكمبرة شوي ما حليقعد في الزواغية وغوست ويعني حركات قديمة ما البلاك أبصون فالروح البركات الثانية فاست هاند لو أرويكم كلاساتي كلهم موجود فيها فاست هاند دوالي شوي ما علش خلييني تسالف على خفيف أنا أرويكم كلاساتي ديف لوبي كل كلاساتي موجودة فيها فاست هاند أوبس ليش المسح الأول أوه جيت نفس الشي أوكي ببلاك جيم تشوف الكلاس الأول فاست هاند الثاني فاست هاند الثالث فاست هاند الرابع فاست هاند الخامس فاست هاند كلهم فيهم فاست هاند فاست هاند بالنسبة لشي أساسي ما أدخلنا عنه أبدا مهما يصير لأنه يقول لك الفاست هاند وش يسوي يبدل استلاح سريع هذا شي ممتاز يعني يمديك يتبدل بين برايماري و سيكندري بس الخاصية الثانية إذا تجري وتوقف يمديك تصوي بالسلاح ترفعها أسرع هذا بالنسبة لي أنا أستخدم سب ماشنغان وأحب السب ماشنغان وأحب درعم فهذا راح يكسر عدك مرة بشكل كبير حق تفوز ضد قدامك طبعا راح نزل المونتاج إن شاء الله بكرة ولا لبعد أحاول إن شاء الله تشوفون مقاطع خرافيه سويت بهالبرك والله شي خرافي فانتياب طبعا هذي انتياب يقول لك إذا تسبسبن يعطيك نقاط الكلستريك اللي حقك بس يعني ما أحس لفايدة يعني هارد واير هادي هارد واير ممتاز بالنسبة لي واحد بعد من أهم البركات إذا حتشغل عليك كونتر يو افي ما يختفي عندك الشاشة للفوق أو الخريطة والباور كور له زي اي ام بي الكلستريك وال اي ام بي جرنيد والسموك سكرين هاد الأشياء ما تأثر عليك أبدا بس السبب اللي خليني استخدم هذا البرك اللي يخفف الحاسسة السادسة إذا أحد حاط لنا جدامك أو مثلا حاط الهد تراكر طبعا هاد التراكر إذا أحد يمشي تشوف خطواته في الأرض إذا كنت أنت حاط هارد واير خطواتك ما تبين في الأرض مو ما تبين تخفه بشكل كبير وحتى الحاسسة السادسة إذا أحد حاط لنا ما تبين بسرع عنده في الخريطة يعني غوست النسخة الثانية إذا أنت بغى تتخفه استخدم هارد واير مع غوست يا حبيبي تختفي في الماب مرة تختفي ممتاز حق الدرعامة أنصحكم فيه أعطهم محاول مرة مرتين واشترا تقولوني راح يعجبكم وطبعا زي ما قلت لكم تراكر إذا أنت نمشي تقدر تشوف خطواته العدو في الأرض كود بلودد أي طائرة في الجو أي كليستريك في الجو ما راح يشوفك أو AI مو في الجو أي حاجة تتحكم في الكمبيوتر مثلا السنشريغان عندك الديد طائرة درون اللي تلاحق مالي والله محافظة اسمها ما تشوفك يعني هذي الأشياء كلها الAI اللي يتحكم فيه الكمبيوتر ما تشوفك أبدا هذا المعنى أتفشل انتلجنت إذا ما أخبرني السكفنجر طبعا تأخذ الAMO معروف وتأخذ الكمبيوتر من الأرض وانت ماشي إلا تقتلهم طبعا من اللي موتهم بقونيد إلا تقتلهم مسدس كراح يطلح منهم وتأخذ الAMO منهم والأكمبيوتر إذا أعتب بهم يعني فنروح للشي الأخير قنهو قنهو أول ما تجري وانت تجري يمديك تطلق أسرع إذا ما كان عندك قنهو يعني إذا تجري تطلق تحس إن اللاعب يطلق بسرعة بس إذا ما عندك قنهو راح تتحس في فترة فراق صغيرة فإذا أنت تحب الدرعم زي ام درعم شي زي ما أوقف دائما دائما في نصف الRespon أستخدم القنهو راح يفيدك بشكل كبير هذا بعد مرة ممتاز أنا عادة أستخدم هذا الأثنين بين بلسا بسر وقنهو طبعا بلسا بسر يمديك تسوي ثرس جمب وسلايد وعلى راحتك بدون ما تبين في الماب هذي كان موجود في أدفانس فورفير يمكن أغلب ناس وايد ما لعبت أدفانس أو ما تحبه المهم إذا ما عرفت هذا الأرويك إذا تسوي سلايد أو جمب ما تبين في الخريطة أورنس طبعا عندك سماعات ممتازة زي اللي عندي مثلا آيسترو أقدر أسمع الخطوات بدون ما أستخدم بس إذا ما عندك سماعة شوية نص ونص أو سماعة آيفون تقدر هذي تسفيدك بشكل كبير وتسمع خطوات الناس اللي تحرك جنبك فممتاز في سيشن دستروي حتى له بلسا براسر هذي الاثنين طبعا سيشن دستروي شيء أساسي عندك تاكتيك الماس إذا حضر ما عليك فلاش بانك، انكششن أو حتى شوك شارج اللي في الأرض ما تأثر عليك تمشي ولك موجود هذا بعد هم مهم أنا هذي عادة أستخدمه في وقت إذا كان فيه فريقنا الضرب يعني فريقنا ضدني فيه فيه شوي جلج يعني تحس أنه فيه دم للركب تكتيك الماسكة حفيدك بشكل كبير انجينير ممتاز طبعا وشي صافته أنه تشوف أي مثلا قنبل في الأرض حاطينها قرنيد أو حاجة أي حاجة طبعا ما تحطها في الأرض تشوفه لكن مثلا حاطك كليمور ولا أي لغم تشوفه في الأرض بس إنك إذا عندك كيرباكج يمكنك تغير الكيرباكج تضغط مربع مرتين إذا ما خبضني يعني إذا كنت استخدمك كيرباكج ومتعتمد على الكيرباكج بشكل كبير وتبقيك كلاستريك منه استخدم الإنجينير ديد سايلنس هذي طبعا ما كان موجود أساسا في البيتا وكان موجود؟ لا لا هذي في أدفانس ورفير سوري سوري هذي مخيب خربط أنا المهم ديد سايلنس تتحرك بدون ما أحد يسمع خطواتك بس السؤال ما أدري هل إذا استخدمت أدفانس أكثر أسمع ديد سايلنس لما أسمع ما أدري والله حاليا ما جربت بس أتوقع أغلبهم يستخدمون هذا الشيء أتوقع عندهم مجاوبة أنا حاليا ما لعبت الأرينة ومبتعد عن الملجي والجي بي مبتعد عنهم من تراي هارد بشكل كبير خلنا استمتع في اللعبة حاليا بعدين نشوف إذا تخش تحديات فما أدري بس دي سايلنس إذا تتحرك ما نستنسمع بس ما أدري هل إذا تحطوا أورنس تسمع ولا ما تسمع فهذي ما أدري فتقريبا كده شباب شرحت جميع البركات الموجودة حاليا وإذا عندك أي سؤال أو يستفسر أو تبي فيديو معين راح تشوف أكتب ليه في الكومنت تحت إن شاء الله أجاوكم عليه فسعوكم أو أسوي فيديو سريع سريع وطبعا أمس نزلت فيديو سبكلاس ممتاز داعس اللي ألعب فيه دائما شوف إذا فاتك راح تشوف الرابط في الديبسترابس تحت ولا تنسى اللايك في سبسكرايب نشوفكم على آخر الفيديو جاي سلام عليكم